ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحكاية وقت ما كان مجموعة طالبات بيدرسوا في المدرسة ومرة واحدة حصلت حريقة طبعا في موقف زي ده الجاري نص الجدعانة البنات كلها والمدرسات طلعوا يجروا على البوابة وأول ما وصلوا لقوا البوابة الرئيسية في المدرسة مقفولة بإفري والحارس مش موجود ومات في اللحظة دي 14 بنت مرة واحدة وتصفوا الخمسين بنت بإصابات كبيرة المدرسة كلها كانت مقفولة على البنات تصلة الحماية المدنية عشان تحاول تطف الحريق وتخرج البنات من قلب النار بس الصدمة هنا إن رجال الحماية دخلوا في خناقة كبيرة مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هقولك إن الخناقة بينهم كانت بسبب إن هيئة الأمر بالمعروف مش عايزين البنات تطلع من المدرسة وبرروا ده بإن معظم البنات ما كانوش لبسين الحجاب ده مش كلامي ده كلام رجال الحماية المدنية والسبب الرئيسي في وفاة البنات دي إن المدرسة كانت مقفولة والبنات معرفتش تطلع منها والقصة دي كانت السبب إن فيلم جرس انزاري تصدر التريند وفي النهاية قلنا بعد الفيديو ده هتشوف الفيلم ولا لأ